السلام عليكم ازايكم يا حبيبي? عاملين ايه رب تكونوا? في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد ومهم كالعادة وهو ازاي اقدر اعرف ان السلحفة اللي عندي عندها ديدان ولا لا? لان الموضوع ده صعب انه يتعرف خصوصا ان انا بعد ما جبت بندوقة ولقيتها ما بتعملش حمام يعني ديدان في الحمام. فقلت لازم اعملكوا الفيديو ده ضروري جدا. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم ونذكر الله ألا بذكر الله تطمئننا القلوب سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليا العظيم. زي ما حضراتكم شايفين عزيزة اللذيزة ما شاء الله عليها عالسولة خالص وجميلة وباسم الله ما شاء الله يعني صاحبتها قالتلي هي ما بتعانيش من ديدان ولا أي حاجة. بس وارد برضو يكون عندها ديدان. طب انا اعرف ازاي لان الموضوع ده خطر جدا. وخصوصا ان انا عندي اطفال وعندي سلاحف. عندي الاتنين. طب انا اتأكد ازاي ان هي عندها ديدان يا طنطنانة وواضح ان هي شكلها نظيف ومعندهاش اي مشكلة. اول حاجة بنعملها بنوزن السلحفة. ويمكن ده هقوله في كل فيديوهاتي لان طبعا معظمكم في كتير بيدخلوا للقناة جديد. يعني هنا الوزن طلع ربعمائة جرام. حوالي ربعمائة جرام يعني. فطبعا الوزن احلى من الاياس ليه? لان فيه احيانا الناس بتقيس الصدفة غلط. فان احنا نوزن ده اأمن واحسن كتير لان طبعا الميزان هيطلع الوزن بالضبط ونقدر ندي عليه الجدول اللي حطه لكم على الشاشة ده. طبعا انا بعرض عليها الاكل وبندوقة العسولة. ساعة ما كنت بعرض عليها الاكل كانت بتفتح بقها وعلى طول اوتوماتيك كنت بديها العلاج وكانت الطريقة سهلة جدا وكانت مريحة. بس طبعا جالي في التعليقات كتير جدا قالولي ان السلحفة عندهم رفضة الاكل وما بتفتحش بقها خالص ومش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. طبعا لو السلحفة بتاكل وشهيتها مفتوحة الموضوع هيبقى مريح جدا. طب لو السلحفة ما بتفتحش بقها ورفضة الاكل طب نعمل يا تنتنانة ونتأكد ازاي ان هي عندها ديدان ولا لا. طيب انا اما السلحفة بتجيلي زي ما قلت لحضراتكم كده صعب جدا ان انا اعرف عندها ديدان ولا لا. وجالي اسئلة طيب انا اديها علاج الديدان اشوف كده يعني ممكن تنزل ديدان ولا لا. هو اول حاجة بنعملها ان احنا هنعمل لها حمام ميا دافي. تمام? اه زي ما قلت لحضراتكم الطبق ده انا مقصصاء لسه لاحفه بس بعد كل السلحفة طبعا بخسله كويس وبعقمه. وبعد كده ببتدي احط في السلحفة. اوكي? طبعا بعد محطتها في حمام الميا المدة بقى اللي انا احطها فيه ربع ساعة تلت ساعة. هبتدي هي طبعا حسيت ان هي ممكن تعمل حمامتها جبت ورقة بيضة ورحت يعني هي عملت حاجة بسيطة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. اه فانا حطتها على ورقة بيضة وطبعا انا كنت بقول لحضراتكم ان احنا نستخدم كشاف الموبايل وكشاف الموبايل ممكن ما يكونش واضح. واحيانا كمان فيه كتير بيبعثولي صور للسلحف للحمام بتاعها وما بيبقاش برضو واضح في الصورة. فطبعا انا فكرت الفكرة وهو ان انا اجيب العدسة المكبرة. اسلم واسهل طريقة ان احنا فعلا نعمل بيها فحص لحمام السلحف. طبعا لقيتها احسن بكتير من كشاف الموبايل لان برضو ممكن ما يبينش قوي. اه وعلى فكرة اه وهي رخيصة مش غالية واكيد موجودة عندنا في البيوت هنا انا طبعا بوريكم ان هي بتبقى واضحة وبتوضح اي حاجة بسهولة جدا. فالموضوع اه كويس جدا فحبيت طبعا ان انا اشاركوا التجربة. هنا طبعا هي عملت حمام فانا قلت اتأكد في ديدان ولا لا. فالحمد الله رب العالمين انا ما شفتش بصراحة ديدان. طيب هل ده كفاية يطنطنانا ان مثلا ان احنا عملنا فحص للحمام وما لقناش فيه ديدان يبقى كده السلحفة فعلا ما عندهاش ديدان. سابقا وقلتلكم يمكن قبل بندوقة كنت هقولكو اه اما بعد بندوقة هقولكو لا. مش كفاية ان الحمام يثبت لنا ان هي عندها ديدان او لا. وزي ما قلت لحضراتكو فيه سلاحة بتعمل كمية ديدان فعزيعة. وفيه سلاحة فلق. فيه سلاحة بتعمل ديدان بس. فانا في الوقت ده هوزنها وهشوف الجدول عديها كام وحدة من السرينجة بتاعة الانسولين. وبعد كده هسمي الله كده وزي ما حضراتكو شايفين همسكها بالطريقة دي. وهسبت راسها وهحاول معاها مرة واثنين وثلاثة بالراحة جدا بدون عنف. بطريقة سهلة وبسيطة. هسبت راسها كده وهبتدي افتح بقها كده اسبتو. واجيب طبعا السرينجة. واحطها طبعاها مثلا عشان هي تسعين وحدة. فانا مش هديها مرة واحدة يعني عشان ايه ما اطلعش الدواء وتتعب. هديها جزء. وهستنى شوية وبعد كده ارجع هديها الجزء التاني. انا بديتها جزء وكده هديها بقيت السرينجة. طبعا دي للسلاحف اللي هي رفضة الاكل ومش راديا تاكل او مش عاملة زي بندوقة. يعني بندوقة كانت بتفتح بقها وكنت بحطي لها السرينجة. وكانت تاكل وكانت عصولة خالص. فانا بوريكو كذا طريقة. كل ده طبعا عشان اوريكو طريقة علاج الددان. والوقاية من الددان كمان. احنا طبعا العزيزة ما عندهاش ددان ولا حاجة. بس انا بديها الجرعة دي قوقاية. وكمان عشان اتأكد هل هي عندها ددان ولا لا. والله انا هبديها تلات ايام وربعض. ولو عملت ددان هستمر معاها الجرعة كاملة. لو ما عملتش خلاص. هكتفي بالتلات ايام دول. وخلاص هدخلها عندي على السلاحف. ولو عندي اطفال عادي ممكن يعني ايه مش هقلق عليها مش هقلق عليهم منها. لان طبعا زي ما حضرتكم عارفين ان السلاحف موضوع ددان ده معدي جدا. انا طبعا كده اديتها بقية الجرعة. وطبعا ممكن تطلع اي حاجة من بقها بمسحب منزيل. وكده انا اديتها الجرعة الاولى. هديها الجرعة التانية تاني يوم. والجرعة التالتة تالت يوم. واعمل لها حمام مياه دافي. لو عملت حمام مياه دافي ونزلت ددان. يبقى كده هستمر بقى اللي هو راحة اصبوع. وبعدين اصبوعين. واللي انا كنت شرحه في علاج الددان قبل كده. اما بقى لو ما نزلتش برضو هستنى شوية. يعني مش هدخلها برضو على السلاحف عندي على طول. لا هستنى شوية. وبعد كده لو لقيتها فعلا ما فيهش ددان وتأكد. خلاص يبقى انا في الوقت ده هدخلها على السلاحف عادي. انا بعيد وزيد في الموضوع ده يا جماعة. عشان الموضوع ده مهم جدا. موضوع دي دان معدي لنا احنا كبشر. وككبار وكاطفال. فما ينفعش خالص ان احنا ان احنا يعني نستهون به. طبعا هرجع واقول ان اللي قد تربية السلاحف يربي. واللي مش قد التربية ياريت ما يربيش. عشان مش اي حد هيقدر يعالج السلاحف. لان العلاج بتاعهم يعني هو بيبقى سهل على عشاء السلاحف. وبيبقى صعب لو حد جديد لسه بيربي ولسه بيتعلم. فصعب بقى انه يشوف منظر ديدان ويقعد يفتح في بق السلحفة. ويقعد يعرض على السلحفة لأكل والحاجات دي. طبعا الفيديو ده انا عملاكة وقاية للسلاحف. وكمان عشان اقدر اتأكد ان السلحفة عندها ديدان ولا لا. لازم اعمل الخطوات اللي انا قلتها في الفيديو ده. ويا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. ما تنسوش بقى اللايك الحلو اللي بيسعدني. وهستنى الكومنتات. وكمان هستنى رأيكم تعزيزة اللذيذة.